اشتركوا في القناة هزيمة النهاردة قدام ماتش المقولين العرب في المباراة اللي كانت صعبة لكن نادي الاهلي قدر يحقق فيها ثلاث نقط مهمة ويتطمم فيها على البودلة ويشارك بالصف التاني ويخرج بربعية جديدة في مسابقة الدور الممتاز معنا طبعا الكابتن عادل عقل خبير التحكيم في تلفزيون اليوم السابع هيكلمنا عن أبرز الحالات لكن في البداية أحب أفكركم بالأهداف سجل في الشوت الأول للنادي الاهلي أليو ديانج وتعادل المفاولون العرب قبل نهاية الشوت وفي الشوت التاني النادي الأهلي بيضيف تلات أهداف عن طريق طاهر محمد طاهر بيسجل هدفين ومحمد شريف بيسجل هدف عشان يدخل بقى دايرة المنافسة على لقب هداف الدور كابتن عادل يعني كان في كلام كثير عن التحكيم خلال المباراة صار في النظر عن النتيجة الكبيرة طبعا بداية بس براحب بحضرتك طبعا وسعيد ان انا موجود معاك سيدة مشاهدة ومتابعة في اليوم السابع يا كابتن عحمد لكن زي ما قدر ايه دا فرصة للبدلاء وصف التاني على لجنة الحكام برضو زي ما كنت احضرتك في اللقاء السابق انا وحضرتك في ممبر اليوم السابق وانا بيقول محتاجين ان لجنة الحكام تدي فرصة للحكام بصف التاني والوعاديين فلجأت مرضو لجنة الحكام عملت كده وده اللي النهاردة اللي كان لها موجود في المشهد مصطفى عثمان وطبعا طاقم حكام كله تقريبا معظمه فيما عدا الاتنين المساعدين في الاتنين الفلفار الاتنين الفلفار بس محمود باسيوني والشاب راشد هما دول يعني ادعم عندهم خبرات لان باسيوني كان في القائمة الدولية والشاب راشد كان مدرشح لقائمة الدولية اكتر من موسم نقول بس للمساعدين طاقم الحكام معنا مصطفى عثمان حكم الدرجة الاولى ومعائها فخري وكريم يونس اتنين مساعدين اه بينما تولى مهم الحكم الرابع مبروك نبيل وعلى الفي ار محمود باسيوني وشهاب راشد لكن طبعا المباراة شاهدت اكثر من قرار تحكيمي اه طبعا انا عايز اقول لنهاردة حالك دور الفار ودور المساعدين اه مازال دور مؤسر زي ما كنا التقنا بالسادة المشاهدين في اه مباراة الحسم الهبوط الى القسم التاني وحسم البقاء في الدور المتازة والادواق والشهر والملايين يوم الجمعة الماضي كان عندنا ماتش كان برضو دور الفار مؤسر النهاردة برضو دوره مؤسر والمساعدين النهاردة دورهم مؤسر فيعني ممكن تكون حالات تحكمية النهاردة معانا محتاجة ان احنا نقف عندها وان كان ما فيش اختبارات حقية للحكم كتير لكن هو كبداية طيبة لكن هو عنده اختبار وحيد راكل الجزاء كان قريب لكن اللعبة عطحة مفيش فيها مشكلة نرجع بس الحالات راكل الجزاء النادي الاهلي صحيح احمد علاء عمل عمل مخالفة وكان كمان زميله وقبار حضرتك نور الدين برضو كمان دخل وكمل المخالفة اللي حصلت مع قهربة لكن كان يجب ان يكون يا كابتن احمد مع راكل الجزاء قرار راكل الجزاء اشهار البطاقة الصفراء عنده واحدة كيف عنده واحدة اشهار بطاقة الصفراء واحنا منتبه مع انا وحداك المباراة هدف المقاولين اللي تم احرازه كان فيه هدف المقاولين فيه لطشة من عمر فتح اللي هو سافيو لعب لعب المقاولين لما قلت بها سافيول اللي لعب الفاول الفاول لكن هو كان فيه لطشة بأيديه تمام؟ هنأعتبرها مفروضة هي مفروضة في فواج كوكا وخبار حتر حتى لو تفتقي انت استغراب قلت لي دا حسبها على الاهلي فده كان المفروض حسب على يعني الفاول اللي جي منه هدف المقاولين كان المفروض لصالح الاهلي او ان هو يسمح باستمرار اللي لعب لو هو اعتبر ان دا التحام لكن هو هيئة يسمح زي بسرول الله وهو في دفع يعني في محاولة الابعاد خلي بالك كابتان احمد لا يعني ان انت تكون قدام وكبال حضرتك لا يعني انت تكون قدام لا يعني ان انت مرتكبتش مخالفة ممكن تبقى قدام وترتكب مخالفة بالقوع بالايب فدل حسب بالفعل وهنا نازم نوقف عندي دي عندنا بقى النهاردة ايهاب فاخري المساعد الاول عنده تسلم سواني بس دي قبل ما نرجع لها كاب نرجع للي الاول فضل اه حضراك قلت ان في فاول الكرفان غلط بدل ما هو للاهلي اتحسب للمقاولين وجب انه الهدف انا عارف سؤالك فضل الفور بقى هل ينفع ان يرجعنا في الحتة دي؟ بصك ابتنا احمد برتكول الفور اللي احنا عارفينه اللي احنا سريعا هنقوله سريعا التشيك على صحة الاهداف وتدخل فلاقة الجزاء من عدمه سواء داخل التمنتاشر او بخارج التمنتاشر وفيها ولا ما فيهاش والبطاقة الحمراء هوية اللاعب بتاع البطاقة الحمراء يعني انا دي بطاقة الحمراء لرقم تمانية وهي المفروض ان انا تبقى رقم ستة والبار يقول له لا من فضل او ان مخالفة اشهر الحكم ببطاقة الصفراء وهي تستحق وطاقة الحمراء تبقى للقانون ما يرجع لها او والتسلل اللي هو الاربع حالات دول ما فيهم معاهم بس ابتنا احمد لو في مرحلة بناء الهجمة في فاول على نادي المؤولين العرب بناء الهجمة تطع على المؤولين العرب ما احتسبوش الحكم هنا يبقى يدخل ان مرحلة الاي بي بي تمام كانت يجب ان يدخل الحكم ويحتسب فاول لو جات منها هدف هو ده دور الفار بالتشيك على الهدف لكن النهاردة الحكم احتسب مخالفة وهي اسم مش مخالفة وجي منها هدف الفار ما اتدخلش امان زي الفار ما بيدخلش في الانزار التاني يعني حضرتك عندك انزار مستحق وعملت مخالفة تبقى القنون تستوجب انزار تاني يعني كارت احوى تلعب كارت الاكمر ما اتدخلوش لا الفار ما يدخلش كمان لا 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 لو الحكم ما طلعش لو الحكم ما داش انزار تاني ما يدخل الفار ما ادخلش مباشر بس انت بتحب تقف عند تفاصيل الصغيرة نقات القهوة كلها على المغرب تمام بفضل بعد كده عندنا تسلل عندي اهاب فاكري المساعد الاول عمل تسلل صحيح وكان احرز محمد شريف محمد طهر محمد طهر القرى داخل المرمى لكن هو كان في تسلل لما خطوط البيرو هو اللي انا عايز اقول عليه دور الفار بقى خطوط البيرو لما تم لما تم رسمها وعرضها على الشاشة اكدت ان في تسلل اسف لما مساعدة التانية كان هو كريم يونس وقال في تسلل وده كان صح لان كان خطوط البيرو خطوط البيرو يا خطوط اللي بيعملها حكم الفار في كبينة الفار لما بتبقى سليمة بتدينا نتيجة سليمة في بعض اللي بتشكك ان الخط نفسه مرسوم مرسوم خلط وبيبقى في كتير من الاحيان بردو بفعلا مرسوم خلط لان بردو خلاص خلاص بقى الجمهوري قابت نحمد خلاص المتابعين لقرة القدم يعني الكرة الاوروبية خلاص دلوقتي بقت بنتفرج عليها اكتر من الكرة المحلية هم معالفين يعني انا انت حتى واحنا بنتابع ان انت اي مباراة ترفق الاهل او زمالك او في الدوري او في دور الابطال او اوروبا بتحاول تسأل على الحاجات الصغيرة دي لغم ان انت بتكلمش تحكيم بس انت متحاول تسأل على الحاجات دي بتبعا عاستي الصفصلة منها فطبع انت برضو بتبتنى النفسك من واحد متابع تمام ومسؤول الى مشجع صح؟ فنفس الشيء فنهاردة عندنا تسلل صحيح عندنا كريم هافقري تلات تلات حال تسلل في الشوط الاول منهم حالتين كان هو موجود في مكان مناسب وكريم يونس ألغى ألغى كرة صددتها في المرمى تمام برضو تسلل انا عايز اقول الحاجات ان الشوط الاول كان فيه حالة من الهدوء بين الحكام ما عندهش اختبارات لكن مصطفى عاستمان محتاج يبقى اكتر ثقة في الملعب اكثر هدوءا في الملعب هو طبعا اول مباراة الاهلي انا موافق انا موافق كنا بنتكلم قبل الهواء قبل المباراة عموما ان الحكام الصغيرين والحكام اللي مش دولين محتاجين يحكموا مطشط اهلي وزمالك ومطشط جمهورية وينشافوا مش اول ما يحكموا كابتن لا احنا موافقين ان هم ان هم دي مباراة بالنسبة لهم انا عايز اقول بس اللي بقول كده النهاردة كنت نحمد كمان انت متابع في التزام داخل ملعب من اللاعبين اه في التزام داخل ملعب من اللاعبين انا اقول لك انت عندك عم مساعدة بتساعد الحكام اه الاعتراضات المتكررية دي بتخلي الحكام يتوتر لكن في التزام داخل ملعب من اللاعبين زمام؟ لكن احنا في النهاية هي خطوة قويسة من لاجة الحكام وفقرني بس عشان لاجة الحكام هي اللي تختار الحكام اقول لك بس قصة على موضوع الاختيارات دي بعد كده عندنا اه في بردو فاكري بردو تاني انا عايز اقول لك النهاردة المجارة المجارات المساعدين والفار يا خطرات انا متقلقين لله الفار طبعا شايق على الاربع اهداف في توقيت مناسب وطبعا ده ده على الخمس اهداف اسف وتوقيت مناسب وده تشريق صحيح من كمينة الفار على الخمس اهداف وحتى لما شايق على راكلة الجزاء اللي احتسب في الدقيقة 68 ستين من عمر من وراه كان تشريق كان راكل الجزاء صحيحة لكن يبقى هو الانذار اللي هو مفروض يشير الى احمد علاء مدافع المؤولين هو ده اللي ما دولش الانذار تبقى للقانون اه فيه لمس اتياب ده عايز اعب بقى هنا بقى هنا بقى ضر فيه لمس اتياب ده على فخري كابتن احمد اتفاقنا في الديا اربعة وسبعين هو وقع كابتن احمد استضمت برافو عليك استضم عمل تقنق لو كانت جات في ايدي في الايدي الداعمة دي من يجيل ما تعمل تقنق هو نازف الارض كانت عظيم تستميل اللعب انما هي جات في القدم جات في اخده ثم في ايديه يستميل اللعب لو من بشرة من رجل المهاجم لايده ايده المرتفعة ايديه مش في ضرعة طبيعة ولو في اخده وايده برضو وارك الجزاء انما لو جسمه وايده يستميل اللعب هنا بقى حصل ايه بقى حصل تشيك الصامت ماللشان اكتب بقولك ضر فور حصل تشيك الصامت ازاي زي ما حصل فوق في الجزاء لا مفيش هو بيتواصل معه يقول له يعني الحكم قال له زي ما قال له زي ما عاد زي ما جهت عايزين المعفضة عند الهدف التالت لأن الهدف التالت ده محتاج نشرحه كويس وعمل مباراة وعمل مباراة طيبة ولكن هو الغريب بقى قبتين احمد انه في الهدف اللي هو رفع فيه والفور قال انه هو مش تسلد كان تمركوز الصحيح التمركوز الصحيح اللي هو مع اخر تاني مدافع واخبارك كنت طبعا لعيب كرة وعارة اخر تاني مدافع هو تمركوز الصحيح ولكن تمام هي هنا يبقى ايه يبقى عنصر التركيز واخبارها دك امتى وهو افسح اه واقف صح فلو كان التركيز كان اعلى من كده شوي اعتقد كان يسمح باستمرار الليلة فالفارت دخل خد حوالي دي او نص الفارت او دقيقتين في المراجعة ولكن كان خلاصة خطوط البيرو بشكل جاي جدا 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 اظهرت ان مدافع المقولين مغرطي طاهر محمد طاهر او طاهر محمد طاهر صح طاهر محمد طاهر تقريبا بسنتيمترات طب التعدلات بقى اكتبت القانون اللي هنبتدي بعدين نطبقها هل احنا مستعدين لها؟ خلاص بتعدلات القانون الجن اللي تلغى الهدف اللي تلغى الهدف اللي تلغى اللي لغى المساعد الاول خريم يونس شريف شوت الاول اللعبة دي اللي رفع فيها اهاب فخري مفيش فيها رفع خلاص لابد ان يكون سابق بجامل بكامل جسمه يعني جسمه كله بعدين جسم كله يكون فارغ رفع نتخلق على ان هو فيه صمت يلامس الله علي انا هفقرك بحاجة انت بقى هفقرك بحاجة بس دي هتبقى اسهل بكتير في الاهل والزمالك الموسم الماضي قلت انا وانت ومحمد رائي مع بعض انت قلت الكلام ده قلت لك ان احنا محتفين ان يكون هناك تعديل انا فاتح خواس اول تعديل فيه التسلل ده موضوع الصنطي والاثنين صنطي والخمس صنطي دول ده دقة غريبة قوي لما حصل في قاس علم اثنين واثنين قلت لي هنا ممكن تمشي اللي هي طبيق التسلل اختروني ايه ده مسموح بي لكن احنا عندنا ده مش هينفع احنا تناقشنا في القصة دي وتنبقنا ان هما يغيرو لازم اصبح لابد ان يكون اللاعب سابق بكامل جسمه بس اللي لما تيجي تشك عليها هتبقى اسهل من بكتير اقول لك حاجة هتبقى اسهل على كمان المساعد في الملعب اه هو هيبقى شايد هيبقى في الملعب يعني هو مغرب بص بص الراية هنا والمساعد والمدافع هنا لو المساعد سابق بعد دراعه هلو حرافة لو المهاجم سابق بعد دراعه هلو حرافة هتبقى سابقى وحاجة تانية بقى يعني احنا نعاني منها هنا الوقت اللاعب الفعلي احنا عندنا مشكلة كبيرة اول في الموضوع ده يعني متش تسعين دقيقة ممكن نلعب منهم ما هم هيعملوا هم هم هيطبقوا التسلل على التسلل تبقوا النظام اللي هو تقورة السلة اللي هو الوقت بالفعل تلاتين دقيقة بس هو يبقى سؤال مين هيطبقى يعمل كده بحتاج انت حد تتكلم في كده ليه؟ الحاكم يا كابتين احمد انا سعيد جدا بأسئلتك ديه الحاكم يا كابتين احمد مع ضغط النهاردة ماتشة فيش توطر تمام؟ ماتشاتنا كلها ملعب ملعب العالم كلها فيها توطر عصبية عظيم؟ الحاكم في مشكلة فوقف اللعبة هيعمل ايه؟ هيوقف له ستوبوتش طب لما جاي السي بي استقنف نسي ونشغل السنوبوتش نسي بقى ايه بقى ايه مش ممكن بقى مع الفار بقى فدي محتاج ايه ايه مع الفار هل مع الفار؟ بس وقعد انت ممكن حد يشد معاك تتكلم ونخرج تزعق للبرة ويجيبك حاته برة واحد يتروح المصفر هيبقى هنخرج من حاجة في القرون بطوله المقاتل الوحيد المبرى الحاكم مع الفار هيبقى فيه تدخل في الوقت غير الحاكم ودي هتبقى هتعمل ازدواجية ما نعرفش هتطبق ازاي دي محتاجة محتاجة تطبق صح ليه؟ لو قلنا من الوقت مع الحاكم الرابع حاكم الرابع هيبلغ الحاكم يقوله سفر طب فيه هجمة هيستمر يقولك انا بلغت انه سفر وكبال هتك لازم القرار ده يكون بس احنا عموما هل احنا ممكن هنا في مصر كرة في مصر نقدر نوقف اللعب واللعب مش شغل يعني ايه؟ يعني زي ما كنا بتشوف في كاس العالم كان فيه عشرين دياء وقت بضل غريع ايو 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 جلت له ايرانيا كابتن احمد تعدى 14 ديئة واثماشر ديئة 27 ديئة في الشوتين اه هنا بقى المفروض بيبقى كده اتحاد القرار قال كده بس هو قال له انا انا ما عنديش معلومة كاملة بس هو بيقوله ان هتبقى تاريبا لوقت المباراة 30 ديئة لعب 30 ديئة لعب لا 30 ديئة لعب 30 ديئة لعب من تبرد 2 ديئة ممكن تتعبهم في ساعة صح يا كابتن احمد لو حصلت مشكلة لو ما حصلتش مشكلة تبقى الدنيا كويسة لكن هل احنا محتفين نطبق يعني قايفية التطبيق خلي بالك دي توصية اه اه دي توصية من التحاد دولي لكل التحادات الاهلية والقرية بتطبيق التعديلات دي باعتورا من الموسم القادم بس مش اللي هيبدأ ده اللي بعد لا الموسم اللي لا هيبدأ ده على طبق الى هنبدأ ده الاتصال اللي هيبدأ 21-24 اه اه هم قالوا دي تطبق في كل المسابتة تبدأ بعد 1-7 كل المسابقات تبدأ 1-7 اللي 1-23 تطبق فبالتالي احنا ده هتطبق عندنا وهتفرم معانا اغتيال اه قبل ما نقول بس تمام؟ فالنهاردة راجل لمس بتلوده ما فيش فيها حاجة محتاجين بس وصفة عثمان تحرق بشكل افضل في الملعب يبقى عنده نفسه زوية رؤية مناسبة تمام؟ يعني عارف انت ازاي محتاجين مصبا كب الراجل النهاردة احنا عايزينه يكمل هو كويس هو كويس بس طب انا عندي حاجة بس للمساعدين ولحظها في الدورة فترة الاخيرة عايز اقول عليها انت حاجة مساعدين بعض المساعدين اكتلت مد الحكام بيعترب على الحكام العيبة بتعترب على مساعدة العيبة بتعترب على مساعدة بعد يفوق بعد السلل بعد ما يرفع راية تمام؟ فالمساعد بيلاقي الليع بمشي بيقول لك ايه خلاص بقى الليع بمشي بلايش عام المشكلة مينفعش بيجي اعملها في مطش دولي صح؟ ياخد انزار او التربت بيجي اعملها في مطش دولي بلهابوا عليها بس لكن احنا في المهاية انا شايفنا دي حاجة كويسة بدح محمود دو سوقي لعب عاطف حسين لعب اما بدأوا بيدوا مساعدين وبدوا بيدوا حكام في الاسابيع الاخيرة دي دي حاجة كويسة بنتمنى وعايز اقول برضو حاجة في المنبل اليوم السابع التاني اللي بيعمل الشغل كلها كابتنة تمام؟ والله ده في اللاجهة الحكام حاليا البرتغالي بريرة مالوش اي دور بيعملوا الشغل كله تمام؟ حمد فروق طوفيق سيد ايمان دي جيش عمد القاضي مغدي رزق معه محنو بالعلم الراجل بيتكافي بالمشاهدة ريسل مش شفناش منه حاجة وده مش معنى غدا ان انا بقول انه هو مش حلو بس يعني لأ مش شفناش منه حاجة لاجهة الحكام هي تحملت لاجهة الحكام هي تحملت عبق مسم الدول الممتاز الف وبين يعني احنا بنتمنى له التوفيق وكل اللجنة وان شاء الله نشوف حكام واعدين جداد والقاعدة عندنا التحكمية تبقى كبيرة ونقدر بس انا عاقب ان انت صبرت للحكام وده حاجة ما استكبت ان الحكام يعني انا شايف ان الحكام من اهم عناصر اللعبة واقل عناصر اللعبة بتاخد حقها وبيتم الاهتمام به بس بيقفلهم على الواحد لما ليهم ايه بقى ما حدش بيسأل فيه لسه ماخدوش بسحقاتهم الغد الوقت من شهر 12 بقى بقى دي حاجة بس شهر 12 ماخداشت غد الوقت شكراك كابتن عادل ودائما بنتعلم منك ووديك ليبناك في التحكمين انا اللي بسعد بيقودي معاك على طويل الله يخليك كابتن وبنشكر حضراتكم على المتابعة وبنبارك لبنادي الاهل الفوز الكبير على المقولين العرب وكان ليكم مكملين معنا اليوم الرياضي الطويل بعد لحظات معكم الكابتن عمر الايوبي والاستوديو التحليلي لمبارات الزمالك وفرخه تفقوا معكم موسيقى